بدوره أكد العاهل البحريني الحاجة لإرساء السلام في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات وأكد الملك حمد بن عيسى أن بلاده على ثقة تم بأن نتائج المباحثات مع الرئيس السيسي ستجد طريقها نحو التنفيذ تمت مناغشة عدد من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك وخصوصا ما تعلق بضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية والحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل للعضوية في الأمم المتحدة لينال الشعب الفلسطيني الشغيق حقوقه المشروعة كما تم بحث جدوى الأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي سوف تستضيفها مملكة البحرين في شهر مايو المقبل وضرورة التوصل وبصورة عاجلة إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد لمنطقة الشرق الأوسط وضمان السلام والأمن والاستغرار الإقليمي ترجمة نانسي قنقر